ايه هي لغة البايسون دي لغة من لغات البرمجة مميزات لغة البايسون سهلة التعلم والكتابة وسهلة القراءة يعني سهلة الفهم مفتوحة المصدر ومجانية تماما تدعم البرمجة الكائنية اللي هي OOP وده حنتعرف عليه من خلال الكورس دي طريقة لتأسيم العناصر عندي إلى Objects مطلوبة في سوء العمل متعددة الاستخدامات استخدامات البايسون بتستخدم في تطوير تطبيقات الويب بتستخدم في مشاريع الذكاء الاصطناعي وتستخدم في تطوير الألعاب بتستخدم في إنشاء المواقع بتتعامل مع قواعد بيانات زي المايكروسوفت سيكول والأوراكل والماي سيكول فيها عدد كبير من المكتبات المكتبات دي يعني أكواد عملها مبرمجين وأنا بعيد استخدامها مرة تانية وبتسهل علي تنفيذ أوامر كتير بسهولة وبسرعة أهم التطبيقات اللي تم تطورها باستخدام لغة البايسون زي جوجل، إنستجرام، نيتفليكس، سبوتيفاي، أوبر، دروب بوكس، بنتريست، ريديت هو عادة بيتم استخدام أكتر من لغة برمجة في بناء تطبيق أو موقع لغة البايسون، لغة عامة، واسعة المجال مش زي الـ HTML ولا الـ JavaScript الاتنين دول بيستخدموا في أغراض محددة يعني دول بيستخدموا مثلا في برمجة الروبوتات وكمان في الويب عيوب لغة البايسون إنها بطيئة مقارنة بالـ C والـ C++ والـ Java لإيه؟ لأنها بتستخدم الـ interpreter زي ما قلنا والـ interpreter ده بيقوم بتنفيذ كل سطر بمفرده يعني كل سطر لوحده بينفزه ترجمة نانسي قنقر